افتتحت مؤسسة حياة كريمة عادة من المنافس المتحركة بالدقهلية لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة ومنها منفذ متحرك بميدان المحطة بسيمبلوين بالدقهلية كما تم توفير منفذ مركز ومدينة المنزلة بجوار مركز الشرطة وأيضا منفذ سابت بمدينة المنصورة أمام مسجد النصر وشهد منفذ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بميدان المحطة بمركز ومدينة سيمبلوين إقبالا كبيرا من المواطنين حيث تم توفير اللحوم بأسعار 185 جنيها للكيلو إن شاء الله بإذن الله إحنا مستمرين إن شاء الله بنسعى لعمل منفذ دائم منفذ يخدم مركز سيمبلوين إحنا في مركز سيمبلوين 17 وحدة محلية وبندر ما يقرب من 600 ألف مواطن إن شاء الله هنعمل منفذ سابت بشكل عام المبادرة مبادرة السيد رئيس الجمهورية فيها اللحم الطازة سعر الكيلو 310 فيه عندنا لحم طازة مجمد 210 عندنا لحم مستورة جميل 185 وعندنا فراخ حسب الأوزان بنقدم اللحوم بجودة عالية جداً وبسعر مخفض سعر 185 جنيه الكيلو إحنا يعني لاحظنا منذ اللحظاته الأولى إن فيه توفد وإقبال كبير جداً من المواطنين على شراء اللحوم فيه إقبال شديد من الناس والأهالي والمواطنين باللحمة ونخفض الأسعار والناس مبسوطة جداً وإحنا بنحاول إن إحنا بنسعد الناس نظراً لإغلاء الأسعار لحمة حلوة ونضيفة جبتها قبل كده ولأخطبختها وحلوة جداً نفسها الجميل وشعرها حلو معقول أحلى مشروع حقيقة كريمة موفرنا اللحمة هنا في السنبلوين وإبقى أسعار كويسة وعشان جاشة على التجار كنت معد صدفة في الشارع لقيتها عربية حقيقة كريمة المتواجدة فبصت على الحاجة الموجودة فيها لقيت جيب اللحمة 185 جنيه الكيلو فعجبتني بصت على الحمات حقيقة كويسة وجميلة